هذا العميد اللي قاني حتيت عنه قبل فترة وقلت انه هذا العميد اشترى قطعة قاع وبيت وفلشهم وبناهم وبكذا مبلغ تمام ارجع لي بكذا مبلغ اعطيكم شوية تشوفون بله شوفوا انا اشقلت انا انا اشقلت راح اقول لك هذا الرجل عبد الامير عزيز داود شهار اش يشتغل هذا عميد وين مديرية امن المطارات يداوم مقر وزارة الداخلية تعرفه معه للوزير لو ما تعرفه تمام خلنقول احنا سيابة العميد ياخذ مليونين بالشهر ها لا ياخذ ثلاث ملايين بالشهر ها لا ياخذ خمس ملايين بالشهر زين العميد اللي ياخذ خمس ملايين بالشهر ونموذج يقدر يشتري ثلاث بيوت بمنطقة الرحمانية ارجع لي ارجع لي عاش سيدك عاش سيدك سيد العميد هنانا السيد العميد ورما عرضت هاي الحلقة علي السوى راح اشتكى علي بهيئة الاعلام والاتصالات واني ما عندي مشكلة اني يعني عندي ايمان قوي واني واثق انه هاي الحلقة انه هيئة الاعلام والاتصالات عندها تمشي بالدليل واني عندي الدليل تمام والدليل مالتي انه هذا العميد من توفى ابو همه واخوته طلع حصته او حصتهم البيت اللي ينباع من ابو بسبعين مليون طلعت حصته للعميد عشرة مليون تمام وهذا بالادلة والوثائق حصة العميد عشرة مليون فلما انعرضت اني من يالا يشتري تلذ بيوت بالرحمانية من راتبة وهو عميد حلو اللي صار انطوني صورة الوزير اللي صار انه وزير الداخلية عبد الامير الشمري دز على العميد تمام يا عميد باشر انت يوم وزير الداخلية انا اشكرك عبد الامير الشمري يا وزير الداخلية طبعا وقلت اعمكم كلكم قلت استجابات سريعة ما نذكر ضابط عدنا بالبرنامج اذا مو وزير الداخلية ثاني يوم يفتح تحقيق بالموضوع ففتح تحقيق بملف العميد اللي مش تري ثلاث بيوت بالرحمانية وش يشتغل غير انه يشتغل هو عميد وش يشتغل شنو سالفة الادوية شنو التفاصيل ويا من كان يشتغل بالادوية قدام سيد وزير الداخلية تمام وامام انظار النزاهة هيئة النزاهة دزوا على هذا العميد وقلوا له من اين لك هذا حلو فممنونين معالي وزير الداخلية ترجمة نانسي قنقر